نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر ردا على اختيال لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في تهران وقال المسؤولون الإيرانيون إن القادة العسكريين الإيرانيين يدرسون شن هجوم مشترك باستخدام الطائرات من دون طيار والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا لكنهم سيحرصون على تجنب توجيه ضربات إلى أهداف مدنية وأضافوا أن أحد الخيارات قيد الدراسة هو شن هجوم منصق من إيران وجبهات أخرى حيث أن لديها قوات متحالفة بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق لتحقيق نصر أقصى قدر من التأثير وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة ومن بينهم عضوان في الحرس الثوري أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طار للمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني بعد وقت قصير من إعلان إيران عن مقتل هنية وقال المسؤولون أن خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة أصدر تعليماته للحرس الثوري والجيش لإعداد خطط للهجوم والدفاع في حالة توصع الحرب وتوجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة لإيران ترجمة نانسي قنقر